آه يا بنات لو شفتوها كنتو مبارح ما رح تصدقوا والله لك ولا كأنه نعمة خانم القوية كانت مقهورة ومتدايقة وبس بدها تهرب من خجلتها لو شفتوها كانت مطي راسها هيك وشنت عيتها بإيدها وقت شافتني مش يتركت يا ربي دخيلك لك انتو معرفتولي شو القصة؟ ما سمعتو شي؟ أكيد انتو بتكونوا تنصتوا من وراء الباب يلا حكولي فضولي قتلني ليش نحنا بحياتنا تنصتنا على حدا؟ يعيب الشوم يا علينا ايه ما بديز على الأسيل أنا قصدي أكيد عرفتوا شو القصة لأنكم كل الوقت بالبيت ما منعرف أصلا لو غصوني عرفت كانت حكيت والله أنا ما بعرف شو هو الموضوع ومستحيل أحكي أصلا ايه خلص قصحكم تحكوا على نعمة خانم من وراها بس هاي عم نبهكم هالمرة ما عدت ترجع على البيت أصلا أنا ليش معاز بحالي وعم بسألكم لكم هلأ بطلعوا بسأل بابا زياد وهو بيحكيلي وطبعا لو بتطقوا ما رحق لكم شو الموضوع يا ربي دخيلت ايه نحنا شو عرفنا يعني طالما رح تموت تروح تسأل بابا تسمح لي فوت قولي شو بدك وخلصيني اه يعني بابا امي طلعت وهي حاملة شنتايتها وجيت لأسألك معقولة ما بتعرف لوين راحت لا ما بدي أعرف ولا حدا يسألني عنها وكمان من اليوم ورايح هالمخلوقة ما حدا يذكر اسمها عبدا طيب بابا انت اللي بدك يعم نعمله نعمة بكفي حاجة بكي يعني زياد بك بعص الفرن بس بعدين اكيد بيهدى مستحيل يستغني عنك بدون لا هالمرة غير انا ما عاد عني رشي افادان يا الله تشربيك يا ستاني لا يسلمون نعمة خانم نشغل بالنا عليك يا خانم وين عادي هلا انا عند بنت عمي فتولات الا وانا منيحة بنتي لا تنسي زياد بك عنده دواء ولازم تعطي اياه بوقته ماشي وكمان الصفرة بتحطوها متلك المرة بنفس الوقت البيت بأمان تكون لا تشغلي بارك بس ليش عم تحكي هيك وكأنه ما عاد رح ترجعي عالبيت يا خانم ايه الله اعلم يمكن ما عاد تشوفوني لا تقولي هيك يا خانم ان شاء الله كل شي بيتصلح زياد بك شو اخباره حكى شي بعد ما طلعت احكيلي شو قالكم بنتي والله يا خانم ما حكى شي اسيل اذا اجي احدا وسأل عني قولوه لون فوق نايمة بلا ما يشغل بالولاد علي ماشي نعم اتخنه يلا بنتي بخاطرك ليش الشورة بمانع الطاولة الهلأ جبت زياد بك يا بنات وين امي مشيت عمتنا العقابة على اللي ساوته بولادها ليش شو اللي صار بابا خير شو عملت من اليوم ورايح ما عاد عندكن ام اسمها نعمة مفهوم وانا كمان ما عاد عندي هاي المرأة اللي اسمها نعمة شو هالحكي بابا شو صاير اللي صاير بيضل بيننا انتو ما في داعي تعارفوا واذا حدا منكن سأل عنا وحاول انه يتصل فيها رح اخنه بيديها دول والحكي موجه للكل من اليوم ورايح الخانم بهذا البيت هي كنتي الكبيرة شكرا بصراحة بابا هالشي شرف كمير إلي بس مريم موجودة لسه تعاملوا اللي بقلكن عليه ما بدي مريم تلتهي بشغل البيت مثل ما بدك بابا طيب بابا امي هلا اكيد بتكون حسد بي غلطة وبعدين هاي مرتك من سنين يعني مو حلوة تعمل هي لا حلوة يا بنتي وقليل علي عملته مبروك يا جماعة الخطبة التغيت رفيف تركتني كرام اشتركوا في القناة